السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يجاكم كامل هنيين ومتهنيين نصليوا على الحبيب المصطفى عليه اوضل الصلاوات والسلام اليوم رح نبرتج معاكم اخر اللمسات واخر التحضيرات مع الفطور تالي 27 مع التنظيف وش نقولكم اليوم دماري في هذ الزربيات عصانو كما تعرفوا في رمضان يكثروا علينا الصهريات والصهرياتي انا يا دائما نديرهم في الصانو ومع الولاد صغار تعسي ولا متعسيش يديروا الكديقات يديروا راكم تشوفوا الشي كلها كيف يشرحي من الدخال الحلوة معادي ما نقولكم ايا قلت من مسهاش ومن نغسلهاش نخليهم يبردوا فيها قلوبهم ويلبزوها كما قلهم رأسهم يعني راني غاسلتها غاسلتها وهذا هو نهارها اللي رح ننحيها فيه وماني شرح نغسلها انا يا سما رح ننحيها نطبقها المدهل زوجتعي ديها اللي باش يخسلوها لي لما نزيد نعيه روحي ونديلها وقت ونديلها نهار وزيد ثقيلة يعني باش نغسلها ونهزها وحدي ثقيلة وزوجتعي ما يقعدش يعني باش يعاوني طبقتها وجدها له وذكر رح نجاوبكم على هذا الطابلة هذا الطابلة بزفل رميس قسيفية عليها منين شريتيها وبشحال وحامل المصحف هي ماهيش حاملة المصحف لبنات هذه شريتها نخدم فيها سما نحط فيها البي سي دي شاكم شتوا الميرواحة هذي اللي فيها الكابل هذا كوياس بي لصق في البي سي تاك باش تبرده لك فيها رجليها يطبقوا ويطوالوا ويقصاروا وفيها هذا اللقجر اللي تحطوا فيه وش حبيتوا انا نحط فيه هنا يحص المسلم يهزلكم الستيلوات يهزلكم لفلاش ديسك اموراتكم وهذه كما راكم شافوا لي تشد لكم بغيتي تقرأي كتاب بغيتي تقرأي مصحف ورنوشا راهي مع السعلة راهي مع النفيسيل وش نقول لكم التنبات دار فيها حالة قلت لكم تحطي فيها الكتاب تحطي فيها طابلات البي سي تاك انا صراحة نستعملها بزف في شحال من حاجة كما شتو نحط فيها المصحف نقرا فيه نخدم بها بالبي سي تاعي نضيفه نقرأ فيها حتى ريسلان كي يحط عليها الكرة ستاعه نحطه قدامي كما نكون مشغولة والله كان نبغي نقرأه قدامي في بلاستيك كي نكون نرقد في اخته ثم نستعملها بزاف بزاف وكما يقولوا عمليا السعر رتها نظن شريتها 400 و حاجة عندها عامين من اللي شريتها لبنات راكم تلقاوها عند اللي بيعوني زاكسي سورة الميكروات والبرتابلات انا اصلا شريتها من عند من عند واحدة بحاجة لزاكسي سورة في الروت تلقاو البرتابلات البنات تعبعتنا و الى الكوزينا الكوزينات و نادي راح نوجد قبل الصهرية نبدأ من اخر حاجة للحاجة اللولة راح نوجد كلام باتي سيار باش نعمر بها اللي تاختي اللي كوندي جاكي شاركت معاكم هذيك الوصفة اللي كنت رمتهم بالقفريت و اراني تحطت لكم الوصفة في قناتي الثانية و شاركتها معاكم هنا في الروتين نحيت ملابات و اضعتها كاليفون دوتارت لنعمرهم بالكلام باتيسيان اضعت الحليب و اضعت مغرفة انشاء مغرفة و نصف تقريبا و اضعت ثاني سكر عادي مغرفة على السكر كما راكم تشوفو هنا نخبط فيهم مليح مليح و بعدها سنزيد لهم الحليب وهو هكا سخون شوية بركم و نحرق و نحل المليح نخلط كل ما نحل المليح نضربهم هكا مليح مليح بالفوي و بعدها نضرب الحليب و نضعهم فوق النار الطريقة هكا كريم باتيسير تكون فيها حبيبات عدو الحاجة سخونة يعني كون ما يتحلش في المال بارد و الحليب البارد راح يديرنا كوريات في الحاجة اللي راح نخدموا بها نخدموا فيها النشاة حطيتها على النار كما تشوفو بدت تختار هنا راهي تشكل في فوقعات خلاص راهي واجدة معايا انا حبيت نديرها هكا قوفاني فما انتم لاحبيتوا تديروا فيها اي قوو تقدروا فيها لغوم تديروا فيها وش حبيتوا تديروا معها تديروا مثلا اذا بغتيها فرس تقدري ديري الفرس طيبه شوية وتميكسيه وتزيديه معاها ولا ديري عطر الفارولة ديري معها ثاني القارس مثلا ديري فنجلتا قارس مهم حسب الذوق حطيتها في هذا البول غطيتها هنا بالفيلم المونتر وحطيتها في الفريجيتر وتربطت عليها وزيدت لها المزهار اللي كنت بديت بها هي اللي ولاكي ماشتو درت كيله تعصو كربز وش كيله تعمى المهم الكيل اللي تبغوه انتوما وخليتو بش يبرد لها نحتاجوا من بعدها ونحتاجوا برد على بيها بديت بها أول وراح ندير كيله صغيرة كيله تعالغريبية أنا زوجتا عمي من عشق لغريبية وكل نصيب نديرها له على مدار السنة ليس غير في العياد ايا قلت ندير كونتيتي صغيرة ما بقى ليش سمن يعني بقى لي غير شوية نحيت منه باش ندير الغريبية وخليت باش نكمل انطيب هذ اليومين حكمت دير كاس دير كاس صغير كاس صغير وبالكيله حنقولوا كيله تعسمن بكيله ناقصة إصبع ولا زوج أصابع ونضربهم مليح مليح بالباطر يعني شاركتها معكم مش حال من المرة الوصفة تعالغريبية والحمد لله قد نهن واحدة سياتها ونجحت فيها وعجبتها والحمد لله هذي هي الحاجة اللي تفرحني كيم بارتاجي معاكم هذه الحاجة اللي تعجبني وتفرحني كثر وكثر انكم كيت جربوا وصفة ترضاوا عليها يعني تنجحوا فيها وتعجبكم شوفوا ذاك البعو ديرتلو جوج عينين ومكشر ويجنقولكم خبطوكي ماشتو ولا قوامتو كريمي حطتوه في الفريجيتا وروحت نقلي الفارينا هنايا الفارينا قليبها قسم يتغير لون تحها شوية ماشي لازم يتفونسها ولا يتحرك حتى نتولي فيها البنة المحروقة ونخليها تبرد لا يجب نحتاج الفارينا تاعي بارضة وفتة للصابلي كل حاجة نديرها ما نبقاش نسنا فيها مثلا كيم الكرم باتي سيار ما نبقاش نسناها حتى نتبرد ونعود نطلحها ونعمر باتي سيارة كل ما ندير حاجة ويكون عندها الوقت اللي تريح فيه ندير حاجة واحد اخرى ما نبقاش من مربعية ونتفرج ولا نكونيكتي ولا وننسناها حتى نتوجد الحاجة اللي عندها الوقت بشتريح نروح نسوطي الحاجة واحد اخرى نحيها ليه من الطريق رحت نوجد الصابلي كما قلتكم درت مية خمسة ومشين جرام تاع المارغارين عظمة رشة تاع الملح يلازم جوج مغارف تاع السكر ودرت معها ثاني جوج مغارف تاع الزيت ودرت معها مغرفات تاع المايزينة ولافاني ودرت معها ثاني هايباني نبدأ ونلموها بالفارينا وباكي تاع خميرة الحلويات ونبدأ اللم حتى نتحصل على عاجين تاع الصابلي اللي يكون امر مل الصابلي ضروري العجينة تكون امر ملو تكون خفيفة في نفس الوقت باش تجيناه شيشة وتجيثو في الفم نحلها على سوم كرقيق انا منحب الشصابلي تاعي نديله الخميرة يعني العظامره يفي بالغرض العظمة اللي درتها مع الزيت يعطينا لها شاشة العظمة تخلينا لاباتعنا شوية تضاعف ما نحتاجش الخميرة باش ما يتغيرش الشكل تاع الحبات عصابلي تاعي اطبعتها كما راكم تشوفوا طابع هذك صامت شوية انا بها طبعتك كل هكا و جبت هذك طابع صغير وكملت طبعت به كما راكم تشوفوا طيبتو هنية تحمر لي شوية هنية الكوزينير تاعي صامتة يعني تغفل عليها برك تشوت لك هذك اللحازة و ما يهمش يعني ما ديش راح نغلفو بالسكر من بعدك نقدمو انا صابلي تاعي نحكم اللسقه هذا ما كانوا وبعدك نحب نحطه في سحن التقديم ولا نحطه هكا لضيافي باش نعمره في النص خرجت هذا الكمية كما ديما نقولكم كل حاجة كل نوعا يمديرا منه كمية وربيه ورحمته يعني ما نكثرش بزاف المهم اللسقتو ولميتو هكا غطيتو باش يطر علي باش ما يبقاش هكا كم قرمش نحبو يتفتت في نفس الوقت يكون يذوف الفم وليت لهذا السكر كنت طلعتم على السكر في البداية تعلق زيت ضربته باش يخفاف معايا وزيدي يطلع شبية ويجبت الفانينة الفانينة تقليب هاي البنات راح يتشكل كوريات كما راكم تشوفوا كتل كتل لازم تغرب ليها باش ما تبقى لكش هكا كعابرة على الفانينة ونبدأ اللم كما راكم تشوفوا وهي بالتقريب الكاس هذا يجب ان تزيد كيلات حتى تزيد كيلات وشوية ونصف تاع الفارينة زيت معها كوكا ومقلي ومرحي وانتم ارى تزيدوا معها حمص ثاني تقلي وو تزيدوا الحمص المرحي جي قمة في الذوق حول البلابي ورح نستعمل هذا الطابع حكمت وزنتهم بش يجيو الحبيبات كامل قد بعضهم وزنتهم وفوتهم في الفارينة ودرتهم هكا كورة وحطيتها في وصل المول وطباعة كما راكم تشوفوا في النص راح نعمرها هكا بهذاك الكوكا ديروا بيض البيض ولا ديروا العسل ولا ديروا المعجون حاجة اللي تشد لكم هذك الكوكا ولا المقصرات اللي حديروها انتم ونطيبوها هنا العجينة لازم تكون شوية بساعة الفارينة بش يعني نركز لكم على هذة النقطة ونطيبوهم ومنمسوهم شحتين يبردوا خلاص لازم يبردوا طول بش نمسوهم لو كانت مسي هذك وين خرشتها من الفور راح تأيجي دقول ما هيش طايبة بس حكيت برد بش تبعان رجلت للصهرية راح ندير بسبوزتي الشهيرة في العائلة مشهورة نياب هذه البسبوزة في ادارنا نديرها غير بعض محكم ودرت معها نس كاس سكر ودرت معها نس كاس الزيت ورشة تعمل حيباينة ودرت ثاني نس كاس كاس غربوعة الحليب انا نحب نزيد شوية الحليب بش الحاجة اللي نديرها سوى مسكوتة بسبوزة جيني خفيفة بزاف زيت عليها كاس غربوعة الحليب وسميد باكيتا خميرة القاطو وتحبو تزيدوا معها فارينة او زيدوا الفارينة نحب ندير سميد شوية متوسطة المهم كين غرب السميد تاعي من الساشي هذك الخشيني يبقى لي في الغربات هذك هو اللي ندير به البسبوزة وندير به الرخصاص وندير به قده من حاجة عمرتهم في هذا كانوا قاعدوا لي من طمينات عن فاسي ايه قلت ندير فيهم ناكلون طيش ثم ضعف ماشي كبار وماشي صغر بزاف حطيتهم اي طيبو وذلك راح نوجد الكلام دي سار درت نصي طرات الحليب زيت معها مغرفة كبيرة تاع المايزينة مغرفة شوكولا للطالين ورح ندير معها باكي تاع الشيكولا حنستعمل هذا الشيكولا اللي فيها هكا البندق ديروا شيكولا عادي ايه شيكولا انا في البريود تاع القاتو سيكون عندكم الشيكولا ماشي كامل طبعا ونحطها نخلطها حتى تختار تحبوا تزيدوا معها حاجة واحد اخرى ولا تنقصوا حاجة واحد اخرى اللي ادرتها انا ايا نقصوا اذا حبيتوها جي شدة بزف 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 جي كيما الفنو زيدوا معها مغرفة اخرات المايزينة انا ما حبيتوها جي بغدها جي كريم دي سار كيما اللي ناكلوه في اللي بوت زيت الشربت كي تشوفوها بلي نشفت لكم بزف تمسوها هكا بصبعكم وتلقاو بلي شربت اي باينة ما كمش راح تزيدو لها ما اذا مسيتوها وما هيش باينة الشربة وتحسوها بلي ناشوها زيدو شربوها هنا يادي جا جاسر راق سرق منها شوية هاي يضركا راح نديكوري ها الديكور حسب الاختيار حسب الضوق كيما تحبوه تخلي بها سامبل وعلي هالكاشمع وش فضل لكم انه مكسرات كاوكا ولا نواة كوكو ولا كيما حبيتو زينو بيها رجعت لها ذيك الكنام باتيسير قال لك اذيك في القلوب انا مفهمتش على خليتها فيها ذاك البول ولا يطاير عليها بدلت لها الريسيبيون كيما شدت وضربتها مليح زيت لها مغرف تعلابال وضربتها مليح مليح حتى تحصلت على هذا القوام الكريمي يشوفو كفيرها هي تبري تشهي تشهي جات ما شاء الله والكاس هذا كلبنات راو يخرج لكم كمية لباس بها تقدر تعمر لكم حتى العشرة تعلية لطاق دولات وجبت اللي فون دوتارت اللي كنت وجدتهم من قبل كيما راكم تشوفو وراح نعمرهم نعمرهم ونزيهم بالفاكية اذا عندكم بات فروي في الدار ولا هكا تحبو طيبو الفراز طيبو هكا شوية سكر في الطاوح حتى ان يختار تحبو تميكسيه ولا تخليه كيما على حالو كيما راهو تديروه هو اللون وبدأ تديروه فوقو لكلام باتي سيرتاكم جيب زفة بنينا البنات جيد تحفة تحفة عمرتهم كيما راكم تشوفو قلت لكم راح ننديكوريهم هذو كل الاباركات راح نزيينهم بالبانان نقصو هكا هكا ديروندن ونحكم السعن نديلو القارس باش مايكحلش معايا البانان صورتو اذا زعماكيما درتو وانايا درتو مسبقا ومثلا راح يجيكم بيافو راح تديه معاك في يديك ولازم توجديهم بكري تربحي الوقت لازم دينيهم القارس باش مايكحلوا وليك شو يبقى هكا المنظر تحون باهي والحبات هذو المدورين حكمت الفراز نقسم الحبة على زوج كيما شتو ونديرها هكا ساير داير بالطول كيما راكم تشوفو هذو هذو الشكل و هذو الطريقين مدايرة حالا وهكا الليطاقتي للتعوير هم وجدين الظركة راح نبدأ في الفطر ديجا عندي شربة ورح ندير بربوشة بيضان من النصفية قدت لي في قلبي كيما درتهاش قلت ان شاء الله في ليل 27 نديرها انا البربوشة البيضة هي معرفة ندرب الجريبات لكن انا نحب ليصوص البيضة تاوي ندير لهم الخردل ودرت معاها ثاني حبة تعباطاطا لجال زوج تعي وليداتي ما يكلوش الخضراء هذي ناكلها غير عناية وليصوص البيضة تاوي كيف ننصبها من البنات سواء تعب البوشة ولا تليتلي ولا الرشتة نحكم الخردل ولا اللفت نرحيه مع البصلة نرحيه مليح مليح نقليه كيما شتو حكم تقليه تسعة اللحم تاعي و بعدها زيت هذه البصلة والخردل والملح والفلفل لكحل تبغيوا تديروا معاها كسبر وزيت معاها الحمص يعني بعد ما تقلى المليح زيت معاها الحمص ونمرقها ونخليها طيب كيما قلت لكم الخضراء هنا كل واحد كيما يبغي نبغي اللفت في الليصوص البيض افرد العيلة تعي ما يكلوش الخضراء خلاص ولازم البطاطا دي ما تكون حاضرة في تقريبا جميع الاطباق مع بربوشة ولا تليتلي اي بان بلي ما تكلش هكاك واحدها مرقت قفلت عليها وجيت للبربوشة تعلي كون دي جا سومتها خليتها نشفة مليح كم تزيت لها الزيت ودرت لها الملح حليتها مليح ورح نحطها تفور نفورها على مرتين كاين حتى يفورها على ثلاث مرات وهذا ما كان يعني ما نيش رح نزيد ندير حاجة واحد اخرى البربوشة صح خفيفة تاكل يكون تاكل قصعة تضربي وراها كاستاما تتبريما هذي كل البربوشة ميكي عاد كينا الشربة وكاين ثاني الرخصص بزايد ربي ورحمته وما نكذب ش عليكم ما دي جا ندرت لهم الصهرية يعني ابدعت لهم ونبعت لهم في الصهرية ومع القاطو هذا هو خلاص دي شارة ندرت كي ما يقول لك فوق جهدي بشوية وصلاطة كاين ندير صلاطة مع هكا حواج واحد اخرين ومشي حاجة كما نقول نحن بربوشة ولا تليتي ولا رشدة ميا نيا نحب نوجدها بزاف مع البربوشة والرشدة شخشوخة نبغي شخشوخة تفورما نبغي صلاطة تكون حاضرة وتخرج غير مني أنا انا كلها غير ناية بها ما نديرها بزاف وما تشوفوهاش حاضرة معي بزاف في الطابلة البربوشة هنا يا سايي كملت فورتها في العادة ندلها المارغارين نسيتها خلاص بش ندير المارغارين كي ما يقولون نسمغها بالمارغارين وكان يسمغها بسمن لاصص تعيت قريب انها راح يواجدها الحمطة بهو والحمص زدت الخضراء قفلت اليها الكوكوطة وهكا كملت وجدت الفطور تاعي البربوشة راح نحط عليها برك الخضراء والحمانيشة راح نسقيها وما نديرش كل واحد يستربيه في سحن واحد هكا هذو الاتباق التقليدية كي ما تشوفو دائما ندير سحن واحد نتلمو عليه مع بعضانا ناكلوه في سحن واحد والشربة كل واحد ياكل قيس ما بغى ياكل هو وهذه هي الطاولة على الفطور التاعي يربي دومها نعمة ان شاء الله هلينو عليكم ويحفظها من الزوال فقرة السهرية بزاف اللي يحبها الكرام دي سارتاعي بعد ما بردت راح نديكورها ديكور بصيد جدا تحبو تخليوها على حالها ديرو شي كله كي ما نياذركها راح نقسمها كالحبة تعرفها لون دبرها بغيتها شغول تكون بومبي تحبو ديرو ديرو الكرام شانتيه طلعوها ولا الكرام فراش المهم التزين كي ما حبيتون توم وشوفوا لي تغطيولات هنا تاع البنان كي ما راكم تشوفوا في البنان مكحل ما تبدل لونه شوية ماشي قال تبدل خلاص مكحل ما مغمق لون تاعو وما تخافوش يعني ما هوش راح يكون حامض بزاف صورتوك يتدهنوه برا كبلا ما تعصروا عليه هالقارس تاع الفراز إذا عندكم لاجوه اللي تقدرو تديرو هنا ما عنديش وما مادرتش تقدرو تخفو ثاني شوية معجون او إذا كان خفيف تدهنو به ثاني يجعل كيف ويجي الفراز تعناها كيبري يعني كي ما عنديش مادرتوش وزيد بزيادة راح ناكلوه في هاد السهرية مانشي قل اللي راح يطول معايا ولا راح ناديه ولا وهذه هي الطابلة تاع السهرية عندي يعني مالفة دائما بالخميس ندي لهم سهريات وعدت الراطيها لهم بزاف يعني قليل وين عدت نديرها لهم اي خلفتها لهم في رمضان هذا تقريبا كي ماشتوا بخس كل يوم ماشي كل يوم كل يوم مي نهار بنهار ماشي نهار بنهارين كي مام مالفة نديرها مرتين ثلاث مرات في السمانة هاد المرات دللتهم تاع الصح خلفتها لهم تهنيت منه ايا تفرغت لهم صح صح للصهريات على اليوم هنا نكونوا وصلنا نهاية الفيديو نهار اليوم ان شاء الله يكون عجبكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معايا ما بقاليغي نقولكم تهل الله في رواحكم في امان الله ترجمة نانسي قنقر